صباح الخير نجو عليكم على كل متابعي قناة البلد داخل وخارج السودان نسأل الله أن يرد غربتهم بالسلامة العاشرة هنا في استوديوهات قناة البلد موعد نشرة الأخبار بعد الفاصل مرحبا بكم انطلقت أمس فعاليات تقييم مؤتمر اتفاق جبل سلام السودان واستكمال السلام الذي دعت له الآلية الثلاثية ويعد ثاني مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تحتوي قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والسلامي وشرق السودان وتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة وقال المهندس خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العمليات السياسية السودانية أن المؤتمر يهدف لتوسيع قائدة المناقشة الوطنية حول كيفية تعزيز سبل تنفيذ اتفاق جبل لسلام السودان عبر إزالة العوايق السياسية والعملية التي تواجه تنفيذه وبحث سبل تعثر استكمال السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق جبل والخروج بتوصيات تشكل أساس النصوص التي سترد في الاتفاق السياسي النهائي وخارطة طريق تعين الحكومة المدنية الانتقالية على تنفيذ السلام واستكماله رحب الدول الأعضاء ترويكا النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بانطلاق ورشة عمل تقييم اتفاقية جبل السلام وقالت ترويكا في بيان عممته لقد مثلت اتفاقية جبل السلام إنجازا مهما يجب الحفاظ عليه وأن عدم إحراس تقدم في تنفيذها بسرعة وبفعالية يشكل مشكلة خطيرة يجب معالجتها وضاف البيان ولكي يحقق السودان المستقبل المستقر والمزدهر الذي يستحقه شعبه يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتمكين جميع شعوبه بطريقة عادلة أشاد فولكر بيتريس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بالمكون العسكري والمكون المدني بتوصلهما لاتفاق سياسي في الخامس من ديسمبر والتزامهما المستمر بدفع العملية السياسية كما امتدح خلال كلمته ممثلة للآلية الثلاثية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام بقاعد الصداقة امتدح الجهود الأخيرة التي ترمي إلى توسيع نطاق الأطراف لتجتمع في العملية السياسية مؤكدا لالتزام الآلية الثلاثية بموافقة الاتفاق وتسيير العملية السياسية للوصول إلى الاتفاق النهائي يشمل كل الأطراف لأنها عملية يملكها السودانيون والسودانيات كذب ضابط جيش منتقاعد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بشأن نفيه مشاركة المدنيين في التخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989 الذي أطاح بحكومة الراحل الصادق المهدي وقال إن حديثا رئيس المعزول يناقض الواقع وفي ديسمبر المنصرم أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بمسؤوليته الكاملة عن انقلاب الإنقاذ وأنكر أي دور للمدنيين أو أعضاء مجلس قيادة الثورة من العسكريين في التخطيط والتنفيذ للاستيلاء على السلطة وقال هاشم بريجع أحد المتهمين في البلاغ خلال استجوابه أن المحكمة التي انعقدت في الثلاثة قال إن المدنيين شاركوا في التخطيط والإشراف على تدبير انقلاب الإنقاذ في العام 1989 وعلى رأسه من نائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه وأحمد محمد علي الفاشاشوية وعبد الحفيظة الدونغولاوي وآخرين كدوالي وسط دارفور المكلف الأستاذ سعد آدب بابكر ضرورة تمويل ومساعدة الحرفيين والمهنيين والشرائح الضعيفة بالولاية عبر منافذ التمويل المختلفة التي يتيحها بنك السودان المركزي مشيرا إلى أن وسط دارفور من أكثر الولايات حاجة للدعم في هذا المجال جاء ذلك خلال مشاركته في الورشة التي نظام بنك السودان المركزي بقاعدة أمانة حكومة الولاية عن السياسات التي أصدرها بنك السودان المركزي للعام الحالي من أجل خفض معدلات التضخم ورفع كفاءة المؤسسات المالية في تعاملاتها وحماية حقوق العملاء بمشاركة ممثلي البنوك التجارية بالولاية والمؤسسات المالية غير المصرفية بالإضافة إلى الجمارك، الزكاة، الضرائب، مفوضية الاستثمار، الشرطة والجهات ذات الصلاة قتل راعي وأصيب عددا من رفاقه أمس الثلاثاء أثناء تصديهم لتوغل ماليشيات إثيوبية مسلحة داخل العمق السوداني في محلية باسندة شرقي البلاد وتصعدت هجمات الماليشيات والعصابات الإثيوبية على الرعاة والمزارعين المحليين بالرغم من انخفاض وطيرة التوتر بين البلدين عقب زيارات متبادلة انطوط على تصريحات بإمكانية حل الصراع الحدودي عبر الحوار وقتل راعي كررار محمد موسى بطلق ناري في الصدر أثناء مواجهات الرعاة مع ماليشيات إثيوبية قادمة من إقليم إمهرة بغرض نهب ماشيتهم عند منطقة كنينة بالقرب من الحدود ودفعت الشرطة السودانية بتعزيزات لمسرح الحادث لملاحقة المعتدين الذين فروا داخل الأراضي الإثيوبية خلق توليفة بين الوطنيين والأجانب قبل انطلاق السباق الإفريقي بهذا الخبر وصلنا معكم إلى ختام هذا الموجز الصباحي عود إليك نجوة لاستكمال ما تبقى من فقرات صباح البلد ترجمة نانسي قنقر